رياضيينة وانشاالله بارش بارش إعلمة عليكم صحيح فاماش بارش إعلمة علي رياضات المهيش إليبية وصرتون رياضاتنا‏ العلاجب الفردية وانشاء الله بكم ونُتوم أن نقدمه وننشره ونوصله للمساج كما يلزم الكمبو مش أول مرة معنا في التالف الوطنية تقريباً خمسة سنين ست سنين في كل مرة ببنجاحاتها في كل مشاركات ديما كانت حاضرة معنا الجامعية التونسية للكمبو معلتها اللثنائية محمد النغمش ويثبت نغمش يزيد أيضاً في الجامعة التونسية ويشو كونكفو ديما نحكيوا عليها اللعبة هذه البطولة العالم نجاحة في أنطاليا مهم جداً بالنسبة سواء اللي يمشيوا مع الجامعة أو يمشيوا مع الجامعية بطبيعة الحال هو أي تتويج فهمتني ولا يصير لأي لعب فهمتني في رياضة الكمبو هذا تتويج للتونس الكل ويشرفنا ويشرف البلاد وجمعيات ونوادي وجامعات وزارة الشباب وكل الشعب التونسي يشرفنا ويفرحنا دي قولنا إبراهيم كيفيش حكايتك مع الكمبو حكيتي مع الكمبو بدأت عندي عندي ثمانية سنين دخلت ديجا عمريت ثمانية سنين ترينة بدأت بتجربة حبيت نجرب سمعت على الكمبو شنو الكمبو هيدا برش عبيد ما يعرفوهش بدأت دخلت نجرب في قاعد شهر شهري بدأت تشارك في بطولات وطنية شوية بشوية تقدمت في الحزام الأبيض الحزام أردقالي شوية بشوية هنا وقت عمناول وصلت الحزام أسوى درجة أولى كاو بديت نشارك في بطولات عالمية شاركت برطوط العالم في الحمامات فين وعشرين برطوط العالم عمناول في برطوغال وسنين الحمدولله توفقنا في ترينة تدرج حتى على مستوى التتويجة أبعا بتباعة خاتر مش من الأول بش تاخد ذهب بشوية بشوية تاخد الخبرات تربح لالكسبرينس بتباعة الحمدولله استيد وفقنا تبنى ذهب حمدولله اللي بشي يدكوفر للكيمبو بغابوغ الرياضات الدفاعية الكوتش وانتي من الأوائل اللي مارست الرياضة هذي بحيب شنو اللي فيها الخصوصية على الرياضات الدفاعية الأخرى؟ هي خليط أكيد من تايكواندو الكاراتي جيدو أما شنو الخصوصية متاحها بغابوغ؟ هي خليط ونحب نذكر اللي رياضة الكمبو هي من أقدم الرياضات وأعرق الرياضات رف التاريخ ترجعها تأسيسها لعام 520 قبل الميلاد ونجم نقول لك أم الرياضات فهمت ليه؟ لأنها تجمع خليط من الرياضات الدفاعية والفنون الدفاعية نحب ديما نقول الفنون خاطر سيتاناغ اللي فيها الأساليب التقليدية والأساليب التقليدية تتنوع زادا من اختصاصات وفيها الأساليب الأخرى البرتي الأخرى اللي هي البرتي فايت زادا ينقسم إلى أقسام وطلقى روحك في الكمبو طلقى روحك معناها متميز تتأقلم 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 بشوي بشوي ونجم أي رياضي من أي رياضة أخرى ينجم يكون متواجد معنا في رياضة الكمبو فهمت لي يتأقلم بسهولة خاطر تجمع جميع الاختصاصات أنت في دراستك تقرأ في مهد نموذجي مهد نموذجي مهد نموذجي أصحابك قالوا لك عرفنا بها اللعبات غرموشة ما أجبتش معك صحاب قلت لهم أنا عام نور في فرطغال قلت لهم مشيت البضوط العالم قالوا لي شنو اسفور هيدا نعرفوهش عاملنا فرع غادي نس كل يعرفوه سيدة ولو يعرفوه صحابي وتلمزة سمعوا بيه هذا هو هدفنا نحن بش نعرفوه بالكمبو بالشباب كما نحن وإن شاء الله نشوفوا الكمبو فيما خير في المستقبل إن شاء الله بطل في 16 سنة دونك احنا مستنسين هكا أكبر شوية والكل دونك وبطول التعالم كيف جاريتها معتا هذي الشيانس هذي وتتويج إبراهيم والله أنا دجا يعني خطر بحكم أني لعب تقبل دونك عندي كل خوف وكسترس كلي من مثال البطولة كلي شوية بشوية يتنحق وبقى أني بديت بكري شوية يعني من الصغر دونك والحمدولة وشاركت في في العمر يعني 14-16 سنة وخطيت مرتبالولة يعني في في العمر هذا وفي ميزان تحت 75 كيلو اليوم في الدراس كيف تفهمها توفيق معناتها فهما الإمكانية بش تتوافق بين الدراسة وبين تدريبات في بن زرطة طبعا وبالتالي نحب نوصل المساجد للشباب كل فكرة بتاع بتاع نختار إما القراية إما الرياضة من النجم مش نعونا مع بعضنا من ذيك غالطة خاطر يعني شوفوا برشة مثله مش أنا كانانة إما كما قلت أنت أسام الملولي نجحك في دراسته وبطل العالمي بطل الأولمبي برشة تنجحوا الموبيرزة إنيس عزة برشة نجحات في تونس إنيس ونيفي دونكل ولا هذي أكد اللي ما أنت تنجم توافق بين الرياضة والدراسة حي وطبعا فما شروط لازم تنظم وقتك لازم تعرف كيفش تجاري نهارك وزيلا لازم عندك الرغبة أو التحفيز إنك عندك إنك بش يعني تقعد في الدراسة بتاعك وتقعد في سبور بتاعك وتتميز فيها مزوس تميز فيها مزوس سيب الحي كيفش هالشابيبة هذي القاعدة بدأت تكبر في تونس على موصر الممارسة بتاع الكيمبون والله الحق ننتوجه بتحية الشكر وتقدير للجمعيات والنوادي والمدربين اللي في تونس قاعدين يسعى وينشته في الكمبو قاعدين يوصلوا في ميساج كبير الرياضة الكمبو روى أختي ثورية قاعدة معناها الباز متاحها هو تكوين وتأثير الشباب فهمت الله على المستوى ذي هو سيانشون دو باطاي فهمت الله في الحياة إذا كان معارش يتأقلم معارش يجاري الإزيموسيون متاعه ويجاري التكنيك ويجاري الإزيطاب اللي في الكمبو ما ينجمش يجاري بقية الحياة كما براهيم غولان شمبيون بالرسمي هو برشة من الأبطال اللي عندنا في تونس اللي قاعدين متميزين في قرائتهم متميزين في رياضيتهم قاعد يعرف كيفاش يقسم أوقاته يقسم يعني يتأقلم في قرائته في رياضته والحق المطاع ربي موافقين لأولاد الكل في كامل تراب الجمهورية عنا والبرشة وليديات ما شاء الله أبطال قاعدة الممارسة قديش تواب بالنسبة للناشتي نحن في سورب الجامعة التونسية الوشو كونكفو المنخرطين في اللجنة الوطنية الكمبو عنا توا 900 موجيس وليتبعنا الجامعية التونسية للكمبو دوجا ومعنتها والله أنا ماي 2023 كانوا حاضرين معي بمعد البرتغال معناتنا زوز ها زوز أطراف احنا اليوم نمشي ولانتاليا بزوز دو كاسكيت معناتنا جامعية زوز منتخبات تونسية ان شاء الله ان شاء الله نلقاونا حل سيب الحياة والله يشوف هذية اللي حكي هذية هذية حل هذية في سلطة الإشراف شاء الله سلطة الإشراف احنا ماذا بينا ديما فهمتني وليا مفاهم أطراف هذية راجعة والله هذية راجعة ديما بالنظر لسلطة الإشراف وانتي تعرف وادرة مني فهمت ليه بالأشياء هذية احنا لجنة ننشت تحت الجامعة تونسية للوشو كونكفو نجد تسئني تقول لي عليش اخترت كونك تدخل تحت الجامعة تونسية للوشو كونكفو نجيب ونقول لك خاطر السبق وقبل في 2018 احنا كنا كجامعية في البدايات كما اي رياضة جامعيات ونعرفوا بالرياضة وننشتوا ونكونوا ونأطرف في تليم ذو مدربين الاخير فهمت جاتنا دعوة باش نشاركوا في البطلة العالم بالمجر 2018 رسلنا الوزارة رسلنا الصلاة المعنية فهمتني ليه ما رعنا كان الى رب اعطونا مراسلة وقالوا لا يمكنكم المشاركة نظرا للقانون كذا كذا ما علينا فيه امتفلنا الاشياء هذه وقلنا دوك خلينا نمشيه تحت جامعة نتهيكله نتأثره مشكورة الجامعة تونسية للشو كونكفو على راسم سيرياد بالحاج والهيئة والمكتب الجامعي اللي حقيقة منهار دي دخنا تعلمنا برشا حاجة اداري في التكوين في التأثير و تقريبا مانتها الاختصاص هذا في عديد البوندين كل مرة في تحت لواء جامعة تاكواندو كارات كل ملجا كل الرياضات الكل وانتي على علم تفيتوني صحنا في اي دولة كل الرياضات الكل تبدأ فهمتوا ليه تنظوي تحت جامعة وبعد تتهايكل تتأثر وبعد تخرج تعمل احنا ماذا بينا يا حب ذا وجلسنا في الوزارة بامال دفوا وقلنا علش ليه علش لا اذا كان ثمة امكانية بيش نكونوا في جامعة بقبوا احنا نشجر على العكس ندعموا هال المشروع عذية وبالعكس احنا ماذا بينا نكونوا جامعة وحدنا وخلينا نقدموا ان شاء الله خلينا وتاحية زادة رو نحب من المنبر انتاعك انها نحيي الجامعية ونحيي سيثابت ونحيي الرياضات اللي يشاركوا والابطال اللي يشاركوا فهمتوا ليه وفي بوتو في البرتغال ولا في تركيا في اي دولة اخرى يمشي يقولها ونشاركوا رو الغادي يرون هنا ممكن نشوفوا زوز اطراف فهمتوا ليه مفهمش فهم منتخب يكون تحت جامعة ولا تحت الوزارة اما في دولة اخرى رو نكونوا منتخب واحد فاريق واحد ونكونوا مبعضنا وليدات ما شاء الله والتوجو وبالبتكات في معناها الجهود ان نخطوا نتيجة كبيرة ما شاء الله كيف ان هكا تفعل في هذا مثل مثل بلا مثل ابراهيم مثل البطال الشاب الواعد العنصر هدية ان شاء الله ونلقاك في نجاحات اخرى تموحك في رياضة هدية بتمنى تكون اولمبيا ان شاء الله ان شاء الله بطبيعة على الشيء ودجافة ما خدمك قاعد تخدم ان شاء الله في المستقبل تولي اولمبيا تموحي ان شاء الله نحب الولي مدرب ان شاء الله ندرب نعطي خبراتي البيانتو بش يتكونوا كمدربين ان شاء الله صلب الجامعة ونسير الوشو كنكفو شفت عليش خطلك راو فما مهمة محاجة كبيرة برشا موش الحاجة الباية اللي احنا نحب نكونوا لعب رياضي بطل وممطوم ودرب ومتكون من جميع النواحية راو معنا ثم راو ساعات واحد يقول ان عارف نعمل تكنيك كالكو تكنيك كذا لكن التكنيكة ذوما رو يلزمهم امور علمية ويلزمهم تكوينات ويلزمهم برشا احنا قاعدين نكونوا في مدربين فهمتني ولا صلب الجامعة نجون انتخونا غاي باي مع ثلاث تكنيك اللي تعمل فيه ان شاء الله كيف كيف انتي لأزدقاك حتى بشوية الديمانستراشون تنجم تصنعنا الجيل اخر وواعد مهم نجاحك في القراية واهم حاجة العائلة اللي يقف معك زيدا بالمناسبة هذين حفين لعتي تحية كبيرة بابا وامي والعائلة كل بالحق وعمك اللي دعم فيك عمي زيدا على سينافي القيبسي تحية لي بالحق العائلة رو هي اللي شجع أبنائك للرياضة وأكبر أكبر دعم لأبنائها هي العائلة والوالدين خاصة وك حبناتي مساجل للوالدين شجعوا ابنائكم على سبور وتوفيق زيدا بين الرياضة والدراسة خاطر الوالدين خاطر الوالدين هم 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 بالحق يعني يعني القانترا لولا القانترا لولا لأبليهم و بشي يعطيوا المساج النجاح نجاحكم في تتويجاتكم في القانترا للمشاهدة موسيقى كنت تحية لي